السلام عليكم ورحمة الله وهذا الفيديو راح يكون مختلف قليلا عن الموضيع اللي دائما ما بنحكي فيها على القناة مواقع التواصل الاجتماعي موجودة حاليا في كل منزل صغر أو كبر هذا المستخدم احنا قاعدين منشوف أطفال وشباب ورجال كبار بالعمر يستخدموا هاي المنصات بمختلف أنواعها فيسبوك، سناب شات، انستجرام، تيك توك وإلى آخره من المنصات اللي جميعنا بنعرفها وسعد الحماية تتغير لهذه الحسابات مع مرور الوقت أحد الأخطاء اللي يقع فيه الكثير من المستخدمين وأنا أول هذون الناس موقع CDK Deals هو متجر إلكتروني يقدم مفاتيح ترخيص ويندوز والكثير من الألعاب على مختلف المنصات، ستيم ويو بلاي وأوريجين بإمكانك البحث عن ويندوز 10 في مربع البحث وتختار أول نتيجة طلعت لك ويندوز 10 نسخة الأو اي ام تكبش على باي ناو، بتدخل حسابك وإذا ما إلك حساب، بإمكانك تعمل حساب من خلال الضغط على ساين اب واتدخل إيميلك وكلمة سر واسمك وما تنسى تستخدم كود الخصم الخاص في القناة M2T بحيث تأخذ تخفيض بنسبة 20% الآن بتعمل Submit Order، تختار طريقة الدفع أنا راح اختار Visa، هيك تمت عملية الشراء اكبس على View Key، اكبس على GetTheK اعمل Copy من هون، والآن نروح على خصاص الكمبيوتر من هون اختار Change Product Key، اعمل Based في هذا المكان Next، Active، والآن مبروك، صار عندك نسخة ويندوز 10 أصلي رابط الموقع في صندوق الوصف إذا حابت تعرف أكثر عن CDK Deals كالعادي بسك التلفوني بدأ فتح فيسبوك تفاجأت على الصفحة الرئيسية بوجود تحذير من فيسبوك بنبهني بأنه تم الكشف عن كلمة السر أو الباسورد اللي أنا استخدمتها لحسابي في مواقع الطرف الثالث هذا يعني أنه كلمة السر لحسابي صارت معناها الثانيين وهذا الشيء اللي يؤثر على حماية الحساب من المقام الأول خلينا أحكي لكم شو يعني الطرف الثالث في البداية الطرف الأول هو أنت والطرف الثاني هو المنصة اللي أنت بتشتغل عليها بغض النظر شو هي فيسبوك أو انستجرام أو بغض النظر إيش كانت والطرف الثالث عادة ما يكون مواقع تتتبع هجمات الهاكرز على مختلف المواقع خلينا نبسط الموضوع أكثر من هيك لما يكون في أكثر من عشر منصات تواصل اجتماعي حاليا موجودة على الإنترنت أنت كمستخدم إذا بدك تتواجد على كل هاي المنصات فمن التأكيد أنك تفقد بعض كلمات السر إذا بدك تختار لكل منصة من هذولا كلمة سر خاصة فيها عداك عن إيميلك على جيميل إذا إيلك إيميلك على ياهو وبعض المواقع التي تتردد لها بشكل دائم ويعني حياتنا مليئة بكلمات المرور هذا الشيء لازم يكون متفقين عليه فاللي بصير أنه المستخدم بيمسي كلمة السر بيحطها على جوجل بيستخدمها نفسها على فيسبوك وبيستخدمها على انستجرام وسناب شات وكل موقع بيدخل عليه بيطلب منه تسجيل بيسجل من خلال كلمة المرور الموحدة فبتصير كلمة المرور واحدة لكل ما يتعلق في هذا المستخدم فاللي بصير أنا استخدمت كلمة السر خاصة في حسابي على فيسبوك على أحد المواقع اللي خلينا نسميها ليس آمنة في القدر المطلوب وتم الهجوم على هذا الموقع من قبل هجمات هاكرز واختراق وتم الوصول إلى قاعدة بيانات هذا الموقع فأنا كلمة السر الخاصة في موجودة في قاعدة البيانات هاي اللي تم السيطرة عليها من قبل الهاكرز فلما تيجي هجمة هاكرز على إحدى المواقع ويتم فقدان السيطرة على قاعدة بيانات المستخدمين بيجي دور منظومة الحماية الخاصة بفيسبوك البحث عن الإيميلات وأسماء المستخدمين اللي تم الوصول إلى معلوماتهم فالآن أنا مثلا مسجل على فيسبوك بإيميل محمد طعامني أجيميل.com فأنا مسجل على هذا الموقع اللي تم سرقة بياناته بيجي فيسبوك عليه بيشوف أنه محمد طعامني هل هو مسجل في هذا الموقع ولا لا إذا لقى إيميلي نفسه اللي مرتبط في فيسبوك لقى مرتبط بهذا الموقع بيأخذ كلمة السر اللي كانت مستخدمة في الموقع اللي اتعرض للسرقة بيقارنها مع كلمة المرور اللي موجودة على حسابك على فيسبوك إذا كان فيه تشابه بين هاي الكلمات أو إذا كان فيه تشابه بين الباسورد هون وهون بيبعث لك التحذير اللي أنا شفته على صفحتي فبيقول لك أنه غير الباسورد لأنه تم الكشف عن هذا الباسورد في مواقع الطرف الثالث هذا الطرف الثالث اللي احنا نحكي عنه اللي هي مواقع اللي ممكن كانت تتعرض لهجمات هاكرز واحتيال وسرقة لقاعدة البيانات للمستخدمين فالأصل إني أدخل على إعدادات الحساب وأغير كلمة السر وما أستخدمها على أي موقع ثاني إطلاقا وأخصص لكل موقع أنا باستخدمه كلمة سر خاصة فيه هذا الموضوع صعب بعرف لكن في بعض البرامج اللي ممكن نحكي عنها بفيديو ثاني حتى نعطيها حقها في الشرح هاي البرامج تساعد في إدارة كلمات المرور أنا باستخدم خاصية إشي موجودة في جوجل دائما ما يعني بتكون كلمات السر لأنه باستخدمها مرتبطة بحسابي على جوجل ففي بعض البرامج اللي ممكن نحكي عنها اللي ممكن تعمل جينريشن أو تعطيه كلمات السر أنت ما بتعرفها أصلا اللي ممكن تساعدك في تعزيز وحماية هاي الحسابات إضافة إلى ذلك أنه يجب على كل المستخدمين تفعيل خاصية التحقق بخطوتين اللي موجودة حاليا في كل المنصات اللي بنتردد عليها بشكل يومي وهالشيء بصير من وجود رقم هاتف في الحساب أو إيميل وبريد إلكتروني وهالشيء اللي بيصعب من عملية اختراق هاي الحسابات وبعقدها أكثر وأكثر مستمرين معكم في سلسلة حماية حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي سلسلة تقريبا انقطعنا عنها فترة بعيدة فعطونا لايك إذا عجبكم الفيديو ودمتم برعاية الله وحفظه لا تنسوا الاشتراك في القناة بأمان الله